احباط احدى اكبر عمليات تهريب وسرقة النفط الخام بعد الاعلان عن تفكيك اكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة والتي تضم ضباطا كبارا ضجت الاجواء العرقية باسئلة غاضبة وكبرى حول شكل الفساد بالبلاد وكيف ان الفساد في المؤسسات الامنية يكون اكثر حساسية لانه يرتبط بالانهيار الامني وانتشار الجريمة المنظمة وتفشي المخدرات وتسهيل ما يمكن ان يطلق عليه بالكوارث لتأخذ طريقها للقضاء العرقي وبينما لا تتوافر بيانات دقيقة عن كميات النفط التي تهربها كل مجموعة وحجم عائداتها المالية فان النشطاء يقولون ان مقدار النفط المهرب يصل الى كميات كبيرة لا تعد وهي اعمال تعكس حجم الفساد الذي نتج عنه عزوف شركات اجنبي عن دخول البلد في حين فرضت شركة الدولية العاملة فيه ارباحا كبيرة لما يترتب على حالات الفساد من عمولات ورشاو تزيد من كلفة الانتاج والفساد في العراق وحش متعدد الرؤوس وقد حفر في السنوات العشرين الماضية جذورا عميقة في البلاد بحسب نص استقالة وزير المالية علي عبدالامير علاوي وهذا الوحش يعود الى كلمة سر تقوم بحمايته حيث ان المحاسسة وآلياتها في توسيع المناصب هي السبب الرئيسي لاستمرار حالة لصوصية وبسببها لم يحدد حجم الفساد في العراق جراء تنوع ابوابه ما بين الفساد المالي المباشر والرشي والسرقات وصولا الى الفساد الاداري والمسلح والميليشياوي والطائفي وللفساد الطائفي والمكونات انواع كثيرة لا يبدأ فيها من السياسي والاقتصادي مرورا بمكاتب الوزارات والمديرين العامين وليس انتهاءا بالاموال التي تدفعها الكتل السياسية مقابل تنصيب الوزراء والمسؤولين من ذوي الدرجات العليا وهي تحقيدات تعود الى ان القوى التي تتحاصص المناصب ترى ان الثروات العراقية ملكا وارثا تتقاسمه ويمكن ان تسفك الدماء لاجل ان تحافظ على الحالة اللصوصية العامة وفي تقريرها السنوي للعام الفين وواحد وعشرين اعلنت هيئة النزهة عن تورط اكثر من احد عشر الف مسؤول حكومي في قضايا فساد من بينهم اربعة وخمسين وزيرا حيث بلغت موازنة عام الفين وواحد وعشرين نحو مئة مليار دولار لم تنعكس باي شكل على الوضع الاقتصادي وهو ما تحدثت عنه بلاسخارت امام المجتمع الدولي قائلة ان الفساد سمة اساسية في الاقتصاد السياسي في العراق وهو جزء من المعاملات اليومية تسببت المحاسسة باهدار مئة مليارات الدولارات وحولت العراق الى مستودع للجريمة والارهاب والخراب والدم لكنها وبعد عقدين عدت بقوة ولا تتخيل القوى السياسية ان تعيش دونها لانها وبحسب باحثين لا تمتلك منجزا غير الانتماء للطائف او المكون اشتركوا في القناة